هو كلام الله المعجز المبدوء بالفاتحة والمنتهي بالناس المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في واسطة جبريل عليه السلام في ثلاث وعشرين سنة ما هو القرآن الكريم؟ ما هو القرآن؟ القرآن يا إخوان لغة المقروء وشرعا هو كلام الله المعجز المبدوء بالفاتحة والمنتهي بسورة الناس وهو الموجود بين دفعه المصحف الآن وهو أمامنا ولله الحمد وهو محفوظ بحفظ الله تجده في كل مكان هذا القرآن من أوله إلى آخره محفوظ بحفظ الله عز وجل ولذا نقول هو كلام الله المعجز المبدوء بالفاتحة والمنتهي بالناس المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام في ثلاث وعشرين سنة مفرقا على حسب الحوادث فالقرآن هو الأصل الأول لاستمداد العقائد قال سبحانه وتعالى جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله آمنوا بالله آمنوا بالله ورسوله يعني اعتقدوا جميع ما جاء في القرآن وقال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا بعدي كتاب الله وفي رواية كتاب الله وسنتي ترجمة نانسي قنقر